هطول الأمطار على مناطق ليبيا وخاصة الغربية خلال الساعات الماضية خلال هذه الساعات إن شاء الله شمال ليبيا بأكمله هناك حتى تلوج هطلت على بعض المناطق الغربية أو الجبل النفوسة تحديداً والجبل الغربي بصفة عامة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة النياح نشطة باردة من القطاع الشمالي نبدأ بكمية الأمطار التي هطلت من الساعة الثامنة من صباح يوم الأمس حتى الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم وكانت في زور الأنصاد 19 ملي متر لعجالات 42 ملي متر وهي أكبر كمية صبرات المركز 28.5 شب العلاقة 35.5 طويلة 19 صور معنا الأرصاد 20 الزهراء المركز 28 الناصرية 29.2 الطويبي 38 العزيزية الأرصاد 14 سباح الأرصاد 22.9 من 10 سيدي الساعة 25 أسواني الأرصاد 26.6 من 10 جنزور 33.5 ميناء طرابس 39.3 من 10 مدينة طرابس 27.9 الهطبة الإرصاد 37.5 الهطبة البدري 26 سوق الجمعة 41 من 10 مطار من أتيجة 37 تجورة البحوت 35 القربولي 32.5 مزغورة 6.5 رجبال إرصاد 12.5 والزنتان الإرصاد 10 لعوانية 2.5 ريائنة 8 يفرن الإرصاد 19.9 من 10 سيد السيد أو سيد السيد 5 ترهون المركز 16 ترهون البحوت 20.7 دوون 7 سوق الجمعة ترهون 15 سوق لحد 23.7 البركات بمثلات 7.7 من 10 الخمس الإرصاد 14.4 من 10 دافنية 4 زاوية المحجوب 1.5 مصرات البحوت 2.2 من 10 مصرات الإرصاد 5.1 مطار مصرات 3.2 مصرات المدينة 5.5 الزروق 1.8 أربعة ونص وقصرح مد 3.5 ولازمنا ننتظر ونتوقع أمطار خلال هذه الساعات على شمال ليبيا بعضها مصحوب بحبات البرد على مناطق الشمال هذا وبفضل الله إذن مباشرة إلى خريطة توزيع السحب التي سنلاحظ من خلالها أن الأجواء مغيمة على العديد من المناطق الشمالية وتحرك المنخفض خلال هذه الساعات أو تركز المنخفض خلال 24 ساعة قادمة على الشرق الليبي سيكون على هذه المنطقة أمطار وتكون غزيرة على الجبل بإذن الله الجبل الأخضر وأيضا حتى مناطق الشمال الغربي لازالت الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خلال هذه الساعات وخلال هذه الليلة وحتى يوم الغد أيضا هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار متفرقة لكنها ستكون أكثر غزارة على المنطقة الشرقية خلال يوم غد وانخفاض مرحوض ورياح نشطة باردة قوية قد تصل إلى درجة العاصفة خلال هذه الليلة وحتى يوم الأثنين القادم بسبب التدرج الضغطي في المنخفض المتحرك والذي سيليه منخفض آخر يوم الثنين والثلاثة يمر على الساحل الشرقي جالبا معه رياح نشطة إلى قوية المنطقة الجنوبية تشهد أو تتأثر بهذا المنخفض بانخفاض ملحوض في درجات الحرارة على المنطقة مباشرة إلى خريطة أو سورة الأقمار الصناعية المتقطة خلال هذا المساء سحب رعدية تضرب مناطق الساحل الليبي بأكملة سواء كان الساحل الغربي أو الساحل الشرقي اللون الأحمر يشير إلى خلايا من السحب الرعدية التي ضربت ونزالت تضرب خلال هذه الساعات السواحل مصحوبة بأمطار غزيرة وأيضا حبات البرد تتساقط على العديد من المناطق الغربية والمناطق الشرقية مع انخفاض ملحوض في درجات الحرارة بينما تكون السماء صافية إلى قليلة سحب على الجنوب الغربي والشرقي وكذلك المنطقة الوسطى ودرجات حرارة منخفضة ليلا خاصة على المرتفعات الغربية والشرقية حتى تكون تحت السفر هذه الليلة في بعض المناطق ونهار الغد أو ليلة الغد أما في فترة النهار فلا تتعدى السبع أو ثماني درجات في الجبل النفوس الجبل الغربي بصفة عامة وأيضا مدن الجبل الأخضر درجات الحرارة ستكون منخفضة خلال هذه الليلة ونهار الغد هذا وبإذن الله تعالى إذن أجواء غير مستقرة أجواء مطالبة على مناطق ليبيا شمالها وجنوبها ولكن تتركز الصحب الماطرة على الشمال الليبي مصحوبة بأمطار أيضا البحر يتأثر سلبا بهذا المنخفض حيث الرياح نشطت وزادت سرعتها بشكل واضح قد وصلت إلى أكثر من 60 كم في الساعة وستتراوح ما بين 60 إلى 80 كم في الساعة هذا ما يجعل الموج عالي خلال هذا اليوم على كل السواحل الشرقية خاصة نتوقع أن يتراوح الموج ما بين 5 إلى 6 أنطار هذه الليلة وحتى اليومين القادمين إذن البحر مضطل بسرعة الرياح من 25 إلى 35 عقدة أي ما يقارب أو أكثر من 70 كم في الساعة على هذه المنطقة ويصل إلى 80 كم في الساعة في بعض الأحيان أو في بعض النفحات من الرياح كذلك الساحة الغربي لازال البحر مضطلب وإن كان أقل اضطرابا من الساحة الشرقي حيث يتراوح من 1.5 إلى 3 أمتار ونص على هذه المنطقة رؤية ضعيفة بسبب هطول الأمتار على كافة السواحل تحديل السادة البحارة بأخذ الحيطة والحذر على كافة السواحل الليبية وعدم المجازفة والدخول للبحر خلال هدين أو ثلاثة أيام قادمة خاصة على الساحة الشرقي كما نحدر السادة المواطنين بهطول أمتار غزيرة على المنطقة الشرقية أو الجبل الأخذر خاصة ومن أماكن جريان أو سريان الأودية جريان الأودية ستكون على بعض المناطق سواء كان الشرقية وحتى بعض المناطق الغربية خلال هذه الساعات أيضا تجمع المياه في الأماكن المنخفضة خلال 24 ساعة قادمة النشرة وقد تكاملت لم يبقى لنتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر